اهلا بكم في حصة مغاربية والبداية مع دعوة رئيس مجلس النواب لبيعيلا صالح المجلس الأعلى للدولة إلى استئناف الحوار الدستوري من أجل توافقية على النقاط الخلافية في الدستور وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن هدف الحوار هو استكمال التوافقية على المواد المتبقية من مسودة دستور ولم يعلق المجلس الأعلى للدولة حتى الآن على هذه الدعوة وكان مجلس الدعوة قد أعلن مقاطعة البرلمان وتعليق كافة المشاورات معه إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي تغليب مصلحة الوطن باستئناف الحوار الدستورية دعوة جديدة وجهها رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح إلى المجلس الأعلى للدولة من أجل التوافق على النقاط الخلافية في الدستور وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد دعوة صالح التي تركز على استئناف المسار الدستوري ما بين لجنتي الحواري في مجلسي الدولة والنواب تأتي بعد أيام من إحاطة المبعوف الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيل أمام مجلس الأمن والتي تحدث فيها عن ضرورة إيجاد مصار بديل في حال تعذر الوصول إلى توافق بين المجلسين على قاعدة دستورية تقود لإجراء انتخابات وبحسب مراقبين فإن الدعوة التي وجهها المبعوف الأممي هي نفسها التي وجهها الكثير من الأطراف السياسية في ليبيا التي لم تعود لديها ثقة في توافق مجلسي النواب والدولة بالنظر إلى كفرة اللقاءات بينهما والحديث عن قرب الاتفاق على إقرار قاعدة دستورية ومن ثم يتفاجأ الجميع بتعفل الحوار واستمرار النقاط الخلافية ذاتها وتعثر الحوار بين الأطراف السياسية في ليبيا على واقع نزاع على الحكم بين سلطتين تنفيذيتين وخلافات بشأن قانون الانتخابات تتعلق بالأساس بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية وهو ما أدى إلى التعطل الحل السياسي للأزمة التي تعيشها البلاد نرحب بضيفينا من بنغازي الدكتور حسين الشارف أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة بنغازي ومن ضربلس عبر سكايب الأستاذ إسلام الحاجي الكاتب والباحث في العلوم السياسية أهلا بكم أضيفان على شاشة الغد أبدأ معك أستاذ حسين الشارف بداية هل تلقى أي استجابة دعوة عقيلة صالح في المجلس الأعلى؟ بداية مساء الخير عليك سلام على كل سادة مشاهدي الكرام وعلى ضيفك العزيز على قلوبنا السيد إسلام الحاجي حقيقة سمعنا فيما مضى كم أسبوع أن سيكون هناك لقاء مرتقب لعقيلة صالح وخالد المشري في مدينة الزنتان ومن ثم كانت هناك قوة قاهرة منعت حدوث هذا اللقاء كذلك هناك مقاضعة أعلن عنها المجلس الأعلى للدولة بقية المشري أن لن تكون هناك تواصل لا بين اللجان ولا بين الرئاستين ما دام على سيد عقيلة صالح ما لم يلغي قرار إنشاء المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي كذلك نحن نعرف جيدا أن هناك من تحت الطاولة هناك محادثات بين عقيلة صالح وبين خالد المشري هدفها إنشاء حكومة جديدة يتولى رئاساتها خالد المشري وكذلك مجلس رئاسي جديد يتولى رئاسة السيد عقيلة صالح سيدة سيهام كل هذه الأجسام البالية للواهية الفاشلة التي قادت المشهد السياسي في ليبيا إلى نفق مظلم نحن نتوقع عام 2023 سيكون عام الجوع أو عام الشر أو عام لا يجد ما يقتات الليبيون ناتج كل هذا ناتج عن السياسيين الذين ابتلينها بهم ولم يضعوا حدا للمشكل السياسي في ليبيا دعوة السيد عقيلة صالح للسيد المشري في اعتقادي حتى وين قبل السيد المشري بها واجتمعها سواء داخل الوطن أو خارجه لن تأتي بثمار حقيقية لحل المشكل السياسي في ليبيا وإنما نتائجها سيعلن أمام العالم بأنهم اتفقوا على 99% ولكن الواحد بالمئة هذا هو شيطانهم وهذا هو ديدنهم على كل مرة وهذا الحال الذي أصبح الليبيون انتظرون إليه منذ سنوات عدة من يعتقد أن المجلس الأعلى أو المجلس النواب يريدان حلا جذريا لهذه الأزمة في ليبيا فاعتقادي أن اثنانهما كل منهما تحرك دول بعينها وهناك البعبة الكبيرة رواية المتحدة الأمريكية القوى القاهرة الحقية في ليبيا التي لا تريد حلا حقيقيا للمشكل السياسي في ليبيا لذلك إن قبل دعوة صالح أو ذهب واجتمعها كيف ما قلنا في السابق داخل أو خارج الوطن سيجتمعون من أجل تمطيط الأزمة وتدويرها وهم أمام العالم ومعام الليبيين أنهم يجتمعون هنا وهناك من أجل وجود حل وهم في قرارة أنفسهم لا يريدون حلا هؤلاء لديهم المال والسلطة والنفوذ ولا يريدون ترك هذه السلطة سواء كان المجلس على الدولة الوليد غير الشرعي الذي أتى باتفاق صغيرات أو مجلس النواب الشرعي المنتخب من الليبيين والذي انتهت شرعية وهذا ما قاله أحد أعضاء مجلس النواب ذات يوم في بنغازي عندما قال نحن لا نترك السلطة ونحن عرفنا طريق ودهليز هذه اللعبة وسنبقى موجودين ومن يستطيع أن يزيلنا أو يأخذ أماكننا فبالقوة ولن تكون هناك انتخابات طيب سوف نأتي أيضا إلى تفاصيل ذلك هو حال الليبيون الذين ينتظرون فرجا من هؤلاء الساسة الذين ابتلين بهم والذين لا يمكن عقولا راشدة من أجل حالة هذه المشاخل ولكي ينعمل الليبيون بحياء أهمنا هادئة مصغرة طيب أستاذ إسلام الحاجي الجمعة الماضي المبعوث الأممي إلى ليبيا دعا خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي إلى البحث عن آلية بديلة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد في حال تعذر توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على قاعدة دستورية تقول لإجراء انتخابات دلالات دعوة عقيلة صالحة التي جاءت بعد إحاطة باتيلي وتلويحه بالبحث عن آلية بديدة مساء الخير عليك أستاذ سيهام وعلى جمهوركم الكريم وعلى الأستاذ العزيز بكتور حسين الشرف طبعا أكيد هناك العديد والعديد من الدلالات سواء في تحرك السيد عقيلة حاليا والدعوة إلى الجلوس من جديد مع المجلس الأعلى للدولة وأيضا حتى تلك المبادرة والتي دعا إليها المجلس الرئاسي هم الأثناء المرتبطة أيضا ببعض لا ننسى أن القرار الأخير لمجلس الأمنة قبل إحاطة السيد عبدالله باتيلي الأخيرة كان هناك فيه العديد من النقاط هم سبع نقاط منهم كان ثلاث نقاط الأولى تقول أنها لازم الاتفاق على خارط الطريق يعني جديدة أو الذهاب إلى خارط الطريق عملية تشكيل حكومة هذه كانت للمدى رقم أربعة عملية تشكيل حكومة واحدة تسيطر على جميع أطراف الدولة الليبية أيضا المدى رقم أربعة لرقم خمسة تقول الذهاب إلى حوار جامع وشامل أي نفس ما كان يريد سعي إليه في السابق السيد غسان سلامة الذهاب إلى حوار جامع وشامل لكي يجلس الليبيين وأيضا عملية دعم المصالحة الوطنية تستند إلى عدالة انتقالية إذن هذه الثلاث نقاط التي كانت في قرار 26-56 لمجلس الأمن كانت واضحة وصريحة أن يجب الوصول إلى خارطة جديدة قد تذهب بنا إلى مدة سنة أو سنة ونصف أو سنتين تذهب بنا ومقصوبها إلى الانتخابات أيضا عملية أن تكون في حكومة موجودة واحدة تحكم الدولة بالكامل فمن هنا استشعر السيد عقيلة خطر أنه قد يدعو السيد باتيلي إلى حوار مثل تلك الحوارات الجامعة التي دعا إليها فيما سابق السيد غسان سلامة في غدامس أي من هنا سوف تسلب منهم التفرد بحرية القرار بالاقترار مع المجلس الأعلى للدولة حتى أن مجلس الأعلى للدولة اليوم يعني لم يقرده بتلك الشدة يعني هو لازال متمسك فقط بنقطة عملية إلغاء أو حتى تجميد قرار البرلمان للمحكمة الدستورية في بنغازي أيضا ما استشعر فيه الخطر المجلس الرئاسي لكي لا يخرج من المشهد نتيجة مثل هذه الحوارات وإيجاد مثلا حكومة أخرى لا يخرج من المشهد ويعلم جيدا أن التوافق الذي حصل فيه الدعم الإقليمي سواء كان في مصر أو في المغرب أو حتى في تركيا تلك الاجتماعات ما بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان قاربت على قوسنا وأدنى من أن تجتمع لعملية تقاسم وليس مشاركة لأن مشكلة تبهي تقاسم وليس مشاركة في السلطة تقاسم المناصب السيادية تقاسم السلطة التنفيذية وأيضا عملية إيجاد حكومة جديدة أي بمعنى أن المجلس الانتقالي سوف ينتهي بانتهاء حكومة الوحدة الوطنية لو تم الوصول لهذا التوقف من هنا حاول أن يدخل بهذه المبادرة وأيضا أدخل فيها كنؤمن للغطاء الأممي عن طريق السيد عبدالله باتيلي لكي يؤكد استمراريته وتواجده ورغبته في المشاركة في القاعدة الدستورية التي سبق وأن تم تقديمها كمبادرة سابقة في بداية 2022 والتي فشلت أيضا وحاولتين فيما مضى من قبل المجلس الرئاسي وقبعت بالفشل دكتور حسين الشارف تعليق المجلس الأعلى للدولة للحوار مع مجلس النواب كان اعتراضا لقراره إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي هل سيتراجع برأيك مجلس النواب عن ذلك القرار للجلوس على طاولة الحوار مع المجلس الأعلى للدولة طالما نواياهم هو إطالة أمدهم في السلطة والله سيدتي لا أعتقد أن مجلس النواب سيقوم بإلغاء القرار أو تجميده في هذه الفترة المجلس النواب عدة أوراق يضغط بها على مجلس على الدولة ومجلس على الدولة لديه أوراق يضغط بها على مجلس النواب هذا الحوار لن يكتمل إلا بتوافق الضرفان وهم لن يتفقوا سيدة سياو وبنغازي الآن أنا موجود فيها في اعتقادي يوم 24 ديسمبر أنها ستشهد حدث أهم وحدث كبير جدا قد يصل إلى تجميد مجلس النواب في شرق البلاد كذلك كيف ذلك؟ من سيتخذ مثل هكذا قرار؟ في اعتقادي هناك دعوات كبيرة جدا من الشارع الليبي في شرق البلاد وفي الجنوب الليبي الحبيب كلهم ينادون بأن هذه الأجسام الفاشلة البالية أوصلت الليبيون إلى الاقتتاة من القمامة وضنك في العيش وكذلك عدم وجود الدواء ولا وجود سيولة مادية يتحرك بها الليبيون في اعتقادي أن هناك مطالبات يوم 24 ديسمبر ستكون قوية وهذا حدث آخر وهذا مشهد آخر سنذهب إليه لربما الأيام القادمة لا أريد أن أفصح عن هذه التفاصيل لأن الشارع الآن يتكلف فيها ولكن على وسائل الإعلام لم تخرج إلى هذه اللحظة ولكن هناك تجهيزات نحن نراها بأم أعينها قد يكون الشعب يقول كلمته وقد يسلم أو يفوض القوات المسلحة الليبية بأن تقود المشهد السياسي في شرق البلاد وكذلك في الجنوب نحن رأينا حتى خطبات السيدة المشير حفتر وكان آخرها في مدينة جزابيا يقول إذا ظل الحال كما هو عليه وفي حال الجمود ولا يوجد حل سياسي حقيقي لأن هو الأساس لم تعد هناك ثقة من الشارع الليبي أو الشعب الليبي فيهم لن نقف مكتوفين هذه سنتحرك ونبني هنا في شرق البلاد وفي جنوبها ومن ثم إذا حلحلة المشاكل في طرابلس مرحلة أرحبا بإخواننا وشركائنا في الوضن كان هذا مجمل ملخص آخر خطاب للسيدة حفتر ويبدو أن المساعي الآن قائمة في شرق البلاد نحن لا نريد أن نستبق الأحداث على مثل هذا الكلام لأن 24 ديسمبر لم يتفصلنا عنه إلا يوما ولكن فيما يتعلق بالمجلس أعلى والدولة هؤلاء لن يتنازلوا لبعضهم هؤلاء يمططون الأزمة لن يلغي عقيلة صالحة قرار إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي وإن فعلها فإنه سينكسر أمام خالد المشري أو جماعة الإخوان المسلمين تحديدا يتعنت صالح بقراراته ويتعنت المشي بقراراته أملا في أن يضع بتيلي أو القوى الدولية الكبرى أن تجلسهم على طاولة حوار سوافي داخل الوطن أو خارجه من أجل عمادة الوقت لا أكثر هؤلاء يدورون الأزمة بنفس الوجوه ويريدون أن يتقاسموا المناصب بنفس الوجوه ويريدون أن يخرجوا بسلطة جديدة ومجلس رئاسي جديد بنفس الوجوه التي سائمها الليبيين وملا منها لذلك إجابة على سؤالك أن صالح سينكسر أو سيسحب أو سيلغي هذا القرار الذي اتخذه مجلس النواب في اعتقادي هذا لن يكون طيب سيد إسلام الحاجي ما الرد المتوقع من الأعلى للدولة هل سيستأنف الحوار؟ وإذا استأنف هذا الحوار هل سيخرج بحل؟ طبعاً زي ما قالك الدكتور حسين هم لا يريدون الاتفاق يعني مثلاً هل مجلس النواب لا يعلم بأن إصداره لمرسوم كمحكمة دستورية ومقرها في بنغازي هل هو فعلاً قرار سوف يقبل به جميع الأطراف أو حتى أطراف موجودة داخل البرلمان ويعلم جيد بأن هذه نقطة خلاف جديدة سوف يستمر بها المشهد إلى ما شاء الله ويستمر تواجدهم في السلطة أيضاً من الطرف الآخر رفض السيد المشري الممثل للمجلس العلى للدولة ويعلم جيداً بأنه أوجد له يعني دائماً أنا أقول أنهم توافقوا بدون أن يتفقوا توافقوا على تحت الطاولة للبقاء ولم يتفقوا فوق الطاولة للمصلحة الوطن بل الجميع مناكف الآخر فالسيد المشري من هنا سوف يتمسك برفضه لهذه المحكمة الدستورية أيضاً لأنه سوف يفقد الكثير من الدعم في حالة موافقته على هذا القرار فمن هنا نعلم جيداً أنه أولاً سيكون إفشال لعملية المبادرة الفاشلة أصلاً من بدايتها للمجلس الرئاسي بتعانية الطرفين لعدم التلاقي وأيضاً لإطالة المشري نحن الآن ما نعوّل عليها أعتقد حسب اعتقادي أكثر ليس هو البعد الدولي رغم أن البعد الدولي إذا اتفق أو الدول الخارجية التي ترتكل لها الأطراف الليبية لو توافقت على إخراجنا من هذا المأذق والانسداد سوف تخرجنا منه ولكن حالياً زادت وثيرة الحرب في شرق أوروبا لديهم الملفات هم أيضاً والساخنة عالياً خصوصاً نحن في الشتاء فهنا ترك الأمر وهذه فرصة ثانية للبعد الإقليمي البعد الإقليمي حولنا هو لو كان هناك ضغط من طرف الدول الإقليمية في هذا الوقت قد يتم الوصول إلى بعض الحلول البسيطة التي تخفض من هذا أو تزيد بعض الانسدادات أمام الوصول إلى توافق وقاعدة سوريا وغيرها ولكن للأسف على المدى القريب أنا ما أراه أن سنة 23 هي أيضاً سنة طرعات وأنا هنا لا أتنبأ ولكن هذا ما هو أمامنا من المشهر ومن تعقيداته ومن عدم اكتراءة أي من الدول التي أوصلتنا في هذه الأزمة عبدالله باتيليا الذي لوح بآلية جديدة بحل جديد بعيداً عن هذه الأجسام لا توجد لعبدالله باتيلي إلا الحل الذي كان لدى ستيفني وقد قلتها وقتها عندما كانت السيد ستيفني هنا وفي مؤتمر مرة سألت السؤال لماذا لا تلتجئ يا سيد ستيفني إلى المادة الرابعة والتي تخول للجنة الحوار في جينيف بإعداد قاعدة دستورية بعد فشل مزلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية ولم تجيب أبداً وكأنها لم تسمع السؤال لأن هذه النقطة هي الوحيدة التي أمامه إذا كان هو بيستمر بأعتراف المجتمع الدولي أو الدول الغربية النافذة في حكومة الوحيدة الوطنية لأنها الممثل لليبيا وأيضاً اعترافهم بأن خالطة الطريق هي التي أنتجت أو أخرجت من برلمان ستيفني في جينيف فمن هنا كان يجب علي أن يرجع إلى هذه النقطة مع تغيير الأعضاء الذين تحصلوا وخالف هو القواعد ليست بيبة فقط بل هناك أعضاء خالف القواعد التي تمنح من تلقي أي مناصب لأنها تعتبر كرشوة لأنهم في لجنة الحوار يفطر أنها متواجدة حتى نصل إلى قاعدة دستورية نصل استنادر للمادة رقم أربعة أو أنه سيقوم من جديد وخلال سنة 23 للجوء إلى حوارات وحوارات كما فعل حالياً بدهاب للدول الإقليمية والتي أعتقد أنه يريد تأمنها للدهاب إلى حوار وإخراج نفس السيرك أو نفس النتائج السابقة شكراً جزيلاً لك سيد إسلام الحاجي الكاتب والبحث في العلوم السياسية كنت معنا من ترابلس عبر سكايف وأشكر أيضاً الدكتور حسين الشارف أستاذ علم الإجتماع السياسي بجامعة بنغازي كان معنا من بنغازي شكراً جزيلاً لك دكتور حيثتنا المغاربية متواصلة وفيها بعد الفاصل للخروج من المأزق السياسي اتحاد الشغلة التونسية يدعو الرئاسة لإطلاق حوار وطني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا